اشتركوا في القناة في قصة السجائر وقصة التقرير الصادم اللي احنا سمعنا ده عن موضوع السجائر خليكم معانا وتابعوا الفيديو الاخر كم سجارة وعلبة معسل دخنها المصريون في 2020 2021 رقم من 9 أصفار خليكم معانا ونشوف الرقم ده هنا في تقرير ارتفع انتاج الشركة المصرية الشرقية للدخان المنتج الوحيد للسجائر في مصر من السجائر بواقع 10 مليارات تجارة زيادة خلال عام 10 مليارات تجارة زادوا يا جماعة خلال عام 2021 حيث انتجت الشركة 94 مليار تجارة خلال العام المالي 2020 2021 مقارنة ب84 مليار في 2019 2020 يعني في زيادة 8 مليارات سجارة في مبيعات عام واحد ايه القصة يا جماعة و ايه اللي حصل للناس ايه اللي حصل للناس الدخان المعسل نسبة السجائر زادت ليه المدخنين زادوا في البلد ليه اللي بيشرب علبة بيشرب علبتين و اللي بيشرب علبتين بيشرب علبتين بيشرب تلاتة و اللي ميشربش خالص بيجي بيشرب و احنا بعدنا عن ربنا و ايه الحصل طيب خليك معايا وتعال نحسبها صح انت بتشتري بكم سجائر في الشهر او بتشتري كام علبة في الشهر و انا افترض ان انت لك علبة واحدة في اليوم يعني تلاتين علبة في تلاتين يوم العلبة دي بكم العلبة دي مش اقل من عشرين او خمسة و عشرين جنيه على حسب النوع اللي انت حضرتك بتشربه طيب هل فكرت في يوم او هل فكرت في لحظة اللي انت او الصحة اللي انت ربنا مديها لك دي ممكن تفقدها في لحظة واحدة هل فكرت ان النفس اللي انت بتتنفسه ممكن يتقطع منك في لحظة واحدة هل فكرت كده هل فكرت افجارك اللي هو مش لاقي ياكل هل فكرت في صاحبك اللي في العمل اللي معاه ظروف مينيلا بنينة هل فكرت في يوم اللي هو قاعد على الرصيف بيمدي ايده عشان يوكل عياله و انت حضرتك بتصرف كل يوم على علمة السجائل و كل يوم بتصرف على المعسل والدخان والمخدرات طيب ليه؟ هو اول حاجة انت بتهلك صحتك وبتدمر صحتك و ربنا هيحاسبك على الصحة دي تاني حاجة انت ممكن تفقد الصحة دي في لحظة واحدة في شربة واحدة في نفس واحد ممكن يخرج و ميدخلش تاني طيب ربنا هيحاسبك على المال اللي انت بتصرفه على المال اللي انت بتصرفه و على الصحة اللي انت بتدمرها ناس كتير يا جماعة بتعالي و ناس كتير محتاجة فلوس و ناس كتير مش لاقية تاكل و ناس كتير مش لاقية تلبس و ناس كتير على اسرة المرض تتعبانة بتقول يا رب تقومني يا رب نفسي أمشي على رجليه يا رب نفسي أسجل سجدة لله فكر كده في نفسك و فكر في الواقع و شوف المستشفيات فيها كم من المرضى و شوف في البيوت كم من الديون و شوف في المساجد كم واحد كبير بيتسند على عصايا عشان يصلي كل حاجة دي انت ممكن تشوفها بعينك و تركز في الواقع و بعدين فكر ان انت تشرب سجارة و ما تشربش 15 مليار سجارة زادوا عن السنة اللي فاتت ايه اللي حصل حستنى تعليقاتكم حستنى قراءكم قلولي ايه اللي حصل وايه سبب زيادة الدخان في مصر سلام عليكم اشتركوا في القناة